واحد عرض واحد الضام عرضه هذاك الانسان عرض ايمان اراد ان يمتحنه بيمتح الامام هذا فادخله الى بيته ورحب به ما شاء الله وذا وبعدين الطاولة هذيك اللي كان عليها الاكل وذا كان فيها مصحف والسيد هذاك اراد ان يمتحن الامام في دينه جاب مبلغ من المال حطوا فوق الطاولة قالوا اسمح لي اسمح لي رهم يناديني روح نكلم هذا الناس اليوم يحوسوا عليها خرج السيد الامام شعر بالاطالة طول عليه طول عليه قال هذا المال هذا ذو كي بقهنا ربما يتلف ربما كش ما يسراله ارفد هذه كل الانقود الوراقية دارها داخل المصحف جاء السيد قالوا اطلت عليها هل يمكن للانصراف رك طولت عليها قالوا تفضل شف سيد اه ملقاش دراه وعرض ان يمتحن الامام خرج قال زوجته شفتي كيفاش هذا ايمام هذا حال يدي ارزاق الناس ويوعظهم ويرشدهم بعد مدة راح لي قالوا انا حبيت انكلمك بسح اني مستحي منك مدة سنة قالوا راني حاشم نهضر معك ولكن لازم نقول لك قالوا نهارك انت في داري راني حطيت المصحف وكانوا دراهم في الدار وشفت مع اهلي واحد ما نرفضهم حبينا نستفسروا علمال هذا قالوا مالك هذاك راه محفوظ منه في المصحف وهذا داليل باللي عامة هزيت المصحف لو كان هزيت المصحف وقالي توقع دراك والحديث قياس واللي فهم هوا فهم وفرح وسعد واللي ما فهمش معنا من دلوله ومن يريد الله فثنتاه فلن تملك له من الله شيء الله يجعلنا مع اهل القرآن واللي نقرأوا القرآن وندبروا القرآن ونفهموا القرآن ونعملوا بالقرآن والله يجعلنا من اهل السنة واللي يقرأوا السنة ويفهموا السنة ويعملوا بالسنة والله يجعلنا مع اهل القرآن والسنة والله يحشرنا في زمرته